سياسة التهديد والوعيد بالأحرف الكبيرة أبرز ما اتصف به النظام الإيراني الحالي منذ مجيئه إلى الحكم ساعيا إلى إقناع العالم بشرعية لم يستطع الفوز بها حتى اليوم ناحيكا عما كان لهذه السياسة من عواقب وخيمة على إيران ذهبت بها إلى أقصى حدود الانهيار في جميع مناحي الحياة وبعيدا عن الحرب الكلامية بين إيران وأمريكا التي لم تهدأ منذ سنوات انتقلت إيران اليوم إلى نوع آخر من التهديدات خصت به دول المنطقة التي ترى أنها تحيك المؤامرات ضدها آخر هذه التهديدات كان على لسان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني حيث اتهم دولا عربية بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع في زهدان جنوب شرقي إيران الأسبوع الماضي وأودى بحياة سبعة وعشرين من أفراد الحرس الثوري ووقتها خرج سليماني متوعدا هذه الدول برد كبير لم يفصح عن أي شيء يخص شكله أو زمانه واليوم جدد النظام الإيراني تهديداته للدول ذاتها وهذه المرة على لسان نائب ما يسمى قائد حرس الثورة العميد سلامي والذي قال إن إيران لا ولن تسعى للاشتباك مع المسلحين الذين شنوا الهجوم في زهدان وما يهمها اليوم بشكل أساسي بحسب العميد سلامي هو الانتقام ممن يقفون وراء منفذي الهجوم ويقدمون الدعم لهم ويوجهونهم للعمل على زعزعة الأمن في إيران متوعدا أن الهجوم لن يمر دون رد وصفه المسؤول العسكري الإيراني بالحازم والقوي الساعات الأخيرة في إيران شهدت كذلك تهديدات جديدة لمن يصفهم النظام بالأعداء وأتت هذه المرة مجردة من الكلمات هي مناورات عسكرية لاستعراض قوة البلاد الصاروخية كشف قائد سلاح البحرية الإيراني حسين خانزادي عن تنفيذها قريبا وما يميز هذه المناورات التي أطلق عليها اسم مناورات الولاية 97 بحسب خانزادي أنه سيتم فيها ولأول مرة إطلاق صواريخ من الغواصات الإيرانية وستجري في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع بين مضيق هرمز والمحيط الهندي وتبقى السياسة الإيرانية التي تقتصر على لغة تعتمد التهديد والوعيد سلاحا لها وأثبتت فشلها على مدى سنوات كثيرة تبقى تشتر إخفاقاتها فهي عاجزة اليوم عن تأمين أدنى احتياجات الإيرانيين الذين أحرقتهم نيران سياسات النظام التوسعية وتدخله الخارجي والحصار الاقتصادي والفقر والحاجة فاصطفوا طوابير من أجل دجاجة ترجمة نانسي قنقر